الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر هي نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر ورمز لازتها رئيس الوزراء يؤكد تذليل كل تحديات لإنجاز المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التاسع مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينتشي نشرة إخبارية مفصلة مشاهدين كرام تأتيكم من التلفزيون المصري فأهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنصيق الوثيق مع الإشقاء الفلسطينيين وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفين أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بقضية فلسطينية وعملية السلام من جانبه يثمن الرئيس الفلسطيني عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة معبرا عن تقديره لجهود مصر الدقوبة وما سعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية واستمرار لدور مصر أيضا التاريخي في هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هذا وقد أوضح متحدث الرئاسة أنه تم خلال الاتصال التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ذكرى حرب العزة والشرف والكرامة تحتفل مصر قيادة وشعبا بأعظم انتصاراتها على مر التاريخ وبملحمة وطنية وفداء كتبها يوم السادس من أكتوبر عام 1973 وبأحرف من نور ودماء تعانقت مع رمال أرض الفين روز في سيناء بالفعل كل عام وحضرتكم ومصر بكل خير بحلول الذكرى الثامنة والأربعين انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تلك الذكرى التي أحيها الأباء وتوارثها الأجيال لتجعل منها وتد إرادة لا ينكسر وأيضا نفق عبور مستدام نحو مستقبل مشرق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر عام 1973 كانت نقطة تحول في التاريخ المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين لقوات المسلحة بعنوان أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل قال إن نصر أكتوبر كان ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شععه للإنسانية جمعا نحتفل اليوم معا بالذكرى السامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ أمتنا يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعه للإنسانية جمعا لأعكس قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرمته وستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشوخ مصر وعزاتها وصلابتها كما قدم أيضا السيد الرئيس التحية والتقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية والشعب المصري في ذكرى النصر لشجاعتهم ولتضحيتهم كما وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر لشجاعتهم وتضحيتهم وتحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته كما أوجه التحية للشعب المصري الذي كان لسموده ووعيه ولمسانده لقواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد وسيظل هذا التلاحم والوعي الشعبي هو الحسن الحقيقي الذي ساهم في صون الدولة المصرية وازدار حضارتها العريقة منذ فجر التاريخ وتحية لبطن الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات كما أكد السيد الرئيس أن الحروب التقليدية تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي والذي أصبح مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات فالحروب التقليدية التي اعتدنا عليها أو اعتدنا خود غمارها في الماضي تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها وقضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها قال الرئيس عبد الفتاح سيسي أن فضل الشعب المصري على الجيش لن ينسى على الإطلاق كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن الجيش يساهم الآن بقدر ما أمكن في التنمية بس أنا أقول للمصريين اللي أنتو عملتوه لجيشكم جهة دور اللي جيشكم بيردوا دلوقتي جيشكم بيرد ده دلوقتي بعمل غير مسؤول وأنا لما أقولي الكلام ده ليس عشان أدي يعني لا هو كل البلد الجيش والشرطة والقضاء وكل المؤسسات بتعطي الآن لكن أنا حبيت أقول أن نقطة دي نقطة مهمة قوي لأننا ما تحقق خلال السبع سنوات الماضية كل مؤسسات شاركت فيه المفروض أن مؤسسة الجيش ملهاش دور غير في السرعة اللي هو مجابهة الإرهاب والإرهابيين وتطهير سين لكن بالإضافة لكده الجيش خد مهمة أخرى أنه هو يعني يساهم ما أمكن في التنمية وأتصور أنه إحنا شايفين ده وحسين بكويس وللمزيد مشاهدين الكرام من المتابعة ينضب إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا فنم كل سنة وحضرتك طيبين ومصر كلها طيبة وحضرتك بالصحة والسلامة إذن الرئيس السيسي اليوم أكد أن حرب أكتوبر هي نقطة تحول في التاريخ المعاصر وأيضا رمز لشموخ الشعب المصري والمصر أيضا كيف سطعت مصر إذن البناء عن هذا الانتصار وبدأت بتنمية شاملة حتى وصلت الآن لإطلاق مشروعات عملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو لازم نعرف في البداية أن حرب أكتوبر جيب هيش معركة عسكرية ومتهبة وخلصة بإنحنا نحرر الأرض ونجحة بالمعركة فقط لكن حرب أكتوبر جيب في عطل ووجدان الشعب المصري كله عطل ووجدان الشعب المصري مستمرة 48 سنة هي الروح متمثلة في روح أكتوبر روح أكتوبر جيب هي اللي بتبدي للشعب المصري كل الطاقة أنه يبزل من أجل أن يجعل بلده في أحسن الحاج إحنا شفنا روح أكتوبر دي ظهرت في 30 يونيو لما الشعب كله صار على التنظيم الإرهابي كان يسعى إلى تغيير الهوية المصرية ويسعى إلى تقسيم الدولة المصرية إحنا شفنا الروح أكتوبر دي اللي ابتدت في 2014 لإعادة دماء الدولة المصرية مرة أخرى وهذا امتداد من أكتوبر وفيه تشابه كبير جدا بين حرب أكتوبر وحرب التنمية أو معركة التنمية اللي الدولة بتاخدها في الوقت الحالي إحنا شفنا قبل حرب أكتوبر ست سنين كانت الدولة مفيش أسلحاء مفيش أي معاونات من الخارج لكن الدولة قدرت أنها توقف على رجلها وتحارب وتنتصر أيضا إحنا شفنا حالة الانهيار اللي حصلت في الدولة المصرية من 2011 لغاية 2013 وكان زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده أنها استلمها شبه دولة فعلا كانت الدولة المصرية شبه دولة ما كانش فيه اقتصاد ما كانش فيه وسائل طاقة ما كانش فيه كهرباء لكن قدرنا في سبع سنوات أن نعيد الدولة المصرية مش نعيدها وبسي نعيد بناءها مرة أو فلأ إن احنا أصبحنا دولة يتحدث عن تجربتها العالم كله دولة فيها تنمية شاملة في كارفة المجالات المجالات الاتصادية المجالات التنمية البشرية التنمية المستدامة إنشاء مدن جديدة وشبكات طرق وشبكات مواصلات عادت بناء الدولة مرة أخرى ده كان شيء عظيم جدا في ظل إن احنا كنا جايين من مرحلة كانت صعبة كل ده روح أكتوبر روح اللي هي موجودة روح التحدي روح التحدي روح التحدي سهي أستاذ جميل يعني الرئيسي سيسي أكد أيضا اليوم أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي كيف استطعت إذن الدولة المصرية زيادة وعي المصريين بالمخاطر التي كانت وما زالت تحيط بالمنطقة فضلا أيضا عن التحديات التي تواجه مصر هو طبعا أهم حاجة في لغائك الحالي هي قضية الوعي ومعركة الوعي التي تخطها الدولة المصرية من سنة 2013 ومن قبل 2013 أيضا يعني زي ما قال سيادة الرئيس أن المعارك في الوقت الحالي ما هي معارك تقليدية دبابة وتم دبابة وتم طيارة وتم طيارة أكثر تطورا وتعقيدا بالضبط وحرب عن بعض محاولة إصارة الفتنة محاولة إصارة الشعاعات الاقتتال الداخل الداخل الدول زي ما إحما شايفين حوالينا الدول اللي حوالينا كلها حاصر فيها إيه هما كانوا بيسعوا أن يصلوا بمصر إلى هذه المرحلة لكن الحمد لله وعي الشعب المصري وإدل إن هو يقف أمام هذا المخطط نعم بالفعل استطاع الشعب المصري أن يعيي أن الحرب لم تعد بالأسلحة الثقيلة وإنما أصبحت بالأسلحة الذكية فهو في الوقت الحالي طبعا محاولات كثيرة جدا من الخارج إنها تشوت في الدولة تشكت في كل شيء تشكت حتى في الانتصارات وإنجازات التاريخية وإصارة الفتن وإصارة الشاعات ومحاولة البلبلة في ظل التنمية اللي بتخدها الدولة المصرية إذن إحنا أمام معركة والمعركة دي معركة مستمرة يعني معركة لن تنتهي لا هي مستمرة باستمرار معركة الوعي والوعي ده لازم يتم بسه في الأكيال الجديدة وفي الشراب باستمرار عن طريق الأولياء صحيح أستاذ جميل يعني جنبا إلى جنب طبعا مع بس روح الانتماء لأجيالنا الجديدة ولأطفالنا وشبابنا شكرا جزيلا لك الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام كنت معنا في التاسعة قصص لا تحصى للفداء والتضحية سطرتها ملحمة السادس من أكتوبر بإيمان أبنائها وعزيمتهم الصادقة بالفعل فحرب السادس من أكتوبر هي ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب تجلت فيها عبقرية التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة على هذه الأرض أرض سينا تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن حيث سطرت ملحمة السادس من أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل استراتيجية النصر في حرب السادس من أكتوبر كانت ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب تجلت في عبقرية تنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاء والمدرعات عنصر المفاجأة كان الأهم من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي وفي تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء حيث استهدفت تمركزات العدو ويقاته الحصينة شرق القناء وفي نفس الوقت قام أكثر من ألفين مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس وتمهيداً لملحمة عبور قناة السويس كان للسلاح المهندسين دور بارز حيث قام بتجيز خنادق لفرق المشاه في الجبهة تكفي نصف مليون مقاتل وبلغت أطوال تلك الخنادق ألف كيلو متر وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوي قامت قوات الجيش الثاني والثالث الميداني بتنفيذ ملحمة العبور حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هد ألف وخمسمائة متر مكعب من الرمال لما أسفر عن حدوث 81 صغرة في الخط بعدها قامت قوات الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الدفعة الشرقية على دفعات متتالية وبؤسطة أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية كما نجح السلاح المهندسين بعمل أول كبري سقيل وقاموا بعمل ستين ممرا بالستر الترابي على طول الجبهة وإنشاء سمانية كبار سقيلة وأربعة كبار خفيفة إلى جانب تشغيل سلسين معدية وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدل وسقط معها خط برليف ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القناة ومع استمرار العبور وصلت قوات الدفاع الجويل مهمتها في تأمين عبور قوات المشاء والمدرعة بعد أن كبد قوات العدو خسائر فادحة هكذا عبرت القوات المسلحة قناة السويس خلال أعظم حروب القرن العشرين لتؤكد قدرتها على تجاوز العقبات بعد أن حققت معجزة سطرها أبناء الجيش بدمائهم وسردها التاريخ بأحرف من مور عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فز حقيقة شاهد به الكل عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ وافتاحت خط برليف وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرة الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2021 وتستمر فعاليات المعرض حتى سابع من الشهر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر الذي يضم العديد من الأجنحة والمعروضات التي تناولت مراحل حرب أكتوبر المجيدة ودور القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الشاملة للدولة في المجالة كافة حرصا من القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2021 والذي تستمر فعالياته في الفترة من الرابع وحتى السابع من أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرة الثامنة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية كما ضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكتات والتي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر تلاتة وسبعين وذلك تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصاب الحرب واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر تلاتة وسبعين من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة واجتمل معرض الذاكرة أكتوبر عشرين واحد وعشرين على مصرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة حضر مراسم الافتفاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من طلبة المدارس والجامعات هذا الوطن يستطيع أن يضم إلا ويأمن بعد خوله أنه قد أصبح لهم برع مزيد تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 448 لعام 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 3886 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط العفو وهو ما يأتي في إطار تنفيذ أطر السياسة العقابية الحديثة الإفراج بالعفو عن السجناء أحد أهم أساليب السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية فهي تفتح أمامهم الفرص للبداية من جديد لذا تعد المناسبات القومية والدينية فرصة للإفراج بالعفو عن السجناء فبمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر وتنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 448 لعام 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم احتفالاً بهذه المناسبة من من استوفوا شروط العفو أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 نزيلاً عايز أقول لحضرتك أن احنا مش مسدقين أن احنا ممكن نفرق في يوم زي دوت والمفروض من مدة بتاعتنا بتخلص في شهر واحد 2023 بشكر الرئيس عفتاح السيسي على المفاجأة اللي عملها لنا النهاردة أنه عفو عنينا ورجعنا في استعيالنا وفي استحبائيبنا وأن المعاملة كانت في السجن معنا كانت كويسة جداً نعلمونا أن احنا نشتغل شغل يدوي ارتسمت الفرحة على وجوه المفرج عنهم بعد أن شملهم قرار العفو الرئاسي ونظم لهم القطاع احتفالية بهذه المناسبة فهذا العدد جاء بعد قيام اللي جان المشكلة بالقطاع بفحص ملفات المحكوم عليهم لمعرفة من تنطبق عليهم شروط الإفراج وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن هؤلاء نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه دينا فرصة جديدة أن نقاش حياة كويسة ونخرج لولادنا بالسلامة وقدرت السجن بتاعتنا كتاعت كويسة معنا وتعلمنا هويات وتعلمنا نعمل عرايس ونقاش على قدينا نعيش إن إحنا نقدر نشتغل ونكمل حياتنا بره كنت داخل مش عارف أقرأ ولا أكتب وتعلمت الإراءة والكتابة وخدت الشهادة نوحة أهمية خلال مدد متباينة قضاها هؤلاء النزلاء تنفيذا للعقوبة تم تأهلهم وإصلاحهم وفقا لأسس عقابية حديثة إضافة إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية لهم ما يؤهلهم للانخراط بسهولة في المجتمع بعد الإفراج عنهم مسلحين بما اكتسبوه من مهارات حرفية وتعليمية أثناء فترة العقوبة المعيش أنا عم يشتغل بها اللي معهوش مثلا يعلمه برضو اللي هو يخرج يقرأ في شيء المسئولية ويشتغل ويفتح بيته وتعلمنا كتير من المكان ده حاجات حلوة كتير إحنا مكناش نعرفها تعلمت حاجات في السجن كتير أعود على المكانة وأخيط وبإذن الله لما أخرج بإذن الله أفتح مشغل أنا والدة داخل السجن المستشفى رعية كويسة جدا والدكاترة كويسين أكيد لو كنا برة مكناش هنولد الولادة زي وبينسي في أي وقت بتتعب بنزلها المستشفى هكذا أتاح الإفراج بالعفو الرئاسي لكل هؤلاء الفرصة لحياة جديدة لما جال فيها للخروج عن القانون مرة أخرى فنظم الإصلاح والتأهيل والرعاية التي يتبعها قطاع الحماية المجتمعية شكلت هؤلاء من جديد وعطتهم القدرة على الاندماج في المجتمع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة كما وجه أيضا بتقديم كافة أوجه الدعم لمجموعة لوريال العالمية الاستثمار للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة وتدليل أي معوقات قد تواجهها وقد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع فيمسي شارما نائب رئيس شركة لوريال مناطق جنوب أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبنوا جوليا رئيس مجلس إدارة لوريال مصر وخلال اللقاء أوضح رئيس مجلس إدارة لوريال مصر أن المجموعة قررت عام 2010 قررت إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزا إقليميا والذي بدأ نشطه في عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو كما أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعلاقات الصداقة الممتدة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية مواجهة الشكر للسفير الأمريكي على هدية اللقاحات من فايزر ومودرنة والتي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى مصر جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفرد بحضور وزيرة الصحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة جونتين كاهن وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة الاتفاق على تصنيع أحد اللقاحات الأمريكية في مصر لاستفادة من الإمكانات الكبيرة لما صانع شركة فاكسيرا في 6 أكتوبر من جانبه أكد عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفرد أن هارفرد حريصة ليس فقط على استمرار برامج التدبير الحالية وإنما أيضا على تطوير وإضافة برامج جديدة لتصبح مصر مركزا للتعليم الطبي المتطور استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول أهم الجهود والأعمال التي بدلتها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال الربع الثالث من العام الحالي أشار التقرير إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 2030 استغاثها ثم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والصحف المحلية إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 7229 حالة كما نوهت لجنة الاستغاثات الطبية إلى أن الاستجابات اجتملت كذلك على صدور 496 قرار علاج على نفقة الدولة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية إنجاز المستشفات والوحدات والمراكز الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشار كذلك رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات المعنية لبحث وتدليل أي تحديات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة تطوير القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان هلزايد اتخاذ كالوزارة لخطوات جادة فيما تعلق بمبادرة حياة كريمة وأشارت إلى استيراد أكثر من 2500 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة لخدمة قرى حياة كريمة كما أشار رئيس الهيئة الاندسية للقوات المسلحة اللواء إيها بالفار إلى أن إجمالي المشروعات المخطة تنفيذها بواسطة الهيئة في قطاع الصحة يبلغ 763 مشروعات كما عقد أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إيها بالفار وقال للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد قال إن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المعاينات الميدانية لتحديد أماكن العمل وتطقيق المقايسات بالتنصيق مع شركات الكهرباء إلى جانب الانتهاء من مقايسات الأعمال لجميع القرى المستهدفة مضيفا أنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال المدنية تتواصل جهود الدولة بجميع أجهزتها لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا الإطار استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ورئيس الهيئة العربية للتصنيع على الفريق عبد المينم الترس موقف توفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري من جانبه أكد وزير الإسكان أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة وذلك من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي كما أكد أيضا الفريق الترس على أهمية تضافر جميع الجهود لتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه بصفة أساسية في جميع المشروعات التنموية بالدولة تواصل قوافل الطبية الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملها في مختلف محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وعلاج المواطنين وبالمجان وفي محافظة سيوت استقبلت القوافل الطبية في قرية كوم أبو شيل أكثر من ألف مواطن لتوقيع الكشف الطبي في اليوم الواحد وتقدم القوافل الطبية خدماتها لمواطن القرى البعيدة والأكثر احتياجة مع تحويل الحالات التي تستدع تدخل الجراحي إلى المستشفيات الحكومية آية كريمة أفادت ناس كتير خالص احنا بنكشف على الأقل ألف واحد في اليوم فالمواطن بيستفاد من كل الجهات من كل ناحية يعني بيستفاد أن فيه دكتور استشاري كبير بيشخص له الحالة مش امتياز ولا نايب بيشخص له الحالة وبيدر له أنه يعمل إيه قدي هياخد علاج لا قدي هيعمل عملية بعمل فحصات اللي هو محتاجها وبتوجهي لأقرب مستشفي يعمل فيها العملية بتاعته انت خيالي لما ألف مريض انت بتروح لغاية عندهم بيستفادوا وانا مش بيستفادوا أكيد طبعا بدلا ما بيلقبوا مصالات ويروح العاصمة ويروح المدينة ويروح المدينة لي احنا هنا دورنا أن احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعة الأدوية الموجودة معاه في التذكرة من قبل الطبيب بنشوف الأدوية متوفقة مع بعضها أو متوفقة مع الحالة ولا لأ وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبة لها هل اتأخذت ولا لأ وبنفهم المريض قبل ما يأخذ العلاج هو هياخده ازاي وطريقة اللي هيتعامل بها مع العلاج ايه الأعراض الجنبية اللي ممكن هتظهر معاه مع الأدوية علشان ما يوقفهش من ترقاء نفسه قبل ما يرجع للطبيب ايه ويدر نفسه بيه نظمت بمحافظة البحر الأحمر قفلة طبية للكشف على المواطنين بقرية أبرق بالشلاتين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي ومدن وقرى محافظة البحر الأحمر حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجال لعدة 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجال التسعة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها قيادة العمليات المشتركة العراقية تؤكد جاهزيتها لتأمين الانتخابات وحماية المراقبين أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازي مصر وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبا وللقوات المسلحة التونسية أيضا ولدوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء الثلاثاء بولاية قابس مما أصفر عن وفاة ثلاثة عسكريين من الأشقاء التونسيين كانوا على متنها دعية الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد الرامية لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد كما عبر الرئيس السيسي عن استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد وصرح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية الثاءة تنفيذ تدريب بولاية قابس من جانبي تقدم الرئيس التونسي بالشكر إلى اللفتة الكريمة للرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي وحرص بلادي على بدل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية وذلك على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية أضف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا كما شهد الاتصال أيضا تبادل الرؤى بشأن عدد من البلفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة الليبية حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنصيق في هذا الصدد مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادي إلى هذا البلد الشقيق لسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في نهاية العام الجاري التزاما بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا للمقرارات الدولية ذات الصلاة وإلى العراق حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية جاهزية قوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية وحماية المراقبين الدوليين وقد أوضحت قيادة العمليات العراقية أنه تم نشر وتوزيع القطاعات الأمنية في مراكز الاقتراع والمباشرة بالأطواق الأمنية وإغلاق المراكز الانتخابية ومنع أي شخص من الدخول إليها إلا يومي الانتخاب الخاص والعام كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المراقبين الدوليين وتوفير حماية لهم للوصول إلى مراكز الاقتراع أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين بمنطقة حمام العلي الجنوبية شرقية الموصل أوضح البيان أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة من فرقة المشاه من قتل الإرهابيين بعد رصد تحرقاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل وتواصل القوى العسكرية البحث والتفتيش عن العناصر الأخرى حضرت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا بان كريكاف من أن العالم لم يتخطى بعد مرحلة الخطر في التصادي لجائحة كورونا على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن الأمر شارف على الانتهاء أوضحت كريكاف أن 3 واحد من 10 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بها و54 ألف وفاة إضافية مشيرا إلى أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير بسبب تباطئ عمليات التلقيح أعلنت جامعة جونزا هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المكادة بفيروس كورونا حول العالم إلى 235 مليون و837 ألف و748 حالة وقد أوضحت الجامعة الأمريكية أن إجمالية الوفيات تجراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و817 ألفا و369 حالة وفي هذا الإطار ما زالت تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم يليها بعد ذلك الهند ثم البرازيل عقد مجلس الشيوخ جلسة عامة جديدة تم خلالها الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب أعضاء ووكلاء وأمناء السر اللجان النوعية يأتي عقد الجلسة تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر حيث أكد رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والأعضاء ما جسده أبطال القوات المسلحة من أسمى معاني التضحية والفداء محققين نصر أكتوبر المجيد ونصر لا يزال يذكره التاريخ ترجمة نانسي قنقر جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني برئاسة وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة افتتحت بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات في مستهل الجلسة أعلن وكيل مجلس الشيوخ تلقي هيئة مكتب المجلس اختارا من بعض الأحزاب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية قد أخطاني السيد رئيس حزب الشعب الهموني بأن الحزب قد اختار السيد النائب حازم محمد سلمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب باهر محمد أمين غازي نائبا له كما أخطاني السيد رئيس حزب التجمع الوطن التقدم الوحدوي بأن الحزب قد اختار السيد النائب السيد عبد العالي مصطفى كامل ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب أحمد شعبان حسين السيد نائبا له وأخطاني السيد رئيس حزب المؤتمر بأن الحزب قد اختار السيد النائب غمر المختار سنيضا ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب طارق رسلان نائبا له وأخيرا لقد أختار السيد رئيس حزب الإصلاح والتنميم بأن الحزب قد اختار النائب الدكتور سلوى إبراهيم علي الحداد ممثلة للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والسيد النائب سانح محمد أمر السادات نائبا له وخلال الجلسة تم الإعلان عن قوائم الترشح لعضوية الليان وفقا لرغبات الأعضاء ليعلن بعدها وكيل المجلس الموافقة عليها طبقا لمن تهى إليه رأي مكتب المجلس إذن الموافقة على قوائم الترشيحات عضوية الليان النوعية للمجلس في صورتها النهائية طبقا لمن تهى إليه رأي مكتب المجلس والتي سوف تجرى انتخابات هيئات مكاتب الليان بمقتضاها فليتفضل برفع يده موافقة وفي نهاية الجلسة دعا وكيل المجلس أعضاء كل لجنة للاجتماع لانتخاب رئيس اللجنة والوكيل وأمين سر وتم رفع الجلسة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب الليان النوعية بعد استراحة استانف المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وتم الإعلان عن قوائم الليان النوعية بعد انتهاء الانتخابات وقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب الليان النوعية وتزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد أعرب رئيس المجلس عن فخره واعتزازه بمشاركته في حرب أكتوبر المجيدة وانتمائه للقوات المسلحة آنزاك شاءت الأقدار وشرفت بأني كنت في مثل هذا اليوم جنديا في القوات المسلحة فيها حرب 73 وكان لي شرف شرف أن أنتمي للقوات المسلحة في هذه الفترة وأعلم مدى الفخار ومدى السعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف وشرف بانتمائه للقوات المسلحة خاصة في هذه الفترة التي تعني لمصر الكثير والكثير والتي نأمل جميعا في أن تسود حقيقة روح أكتوبر العظيم في كل عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص أنا أعتقد أنه إذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا بإذن الله أزيد وأزيد جولات إلى أعلى إن شاء الله وفي النهاية أتوجه بإسبوكه جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة كما ألقى عدد من النواب خلال الجلسة كلمات فخر واعتزاز بالقوات المسلحة على ما حققته من نصر مبين وإنه من حسن الطالع أن نستفتح جلساتنا ونحن في رحاب يوم يتيه على الزمان يوم استعادت فيه مصر أرضها وسماءها وكرامتها يوم السادس من أكتوبر بفضل سواعد الرجال من أبطال القوات المسلحة المظفرة حقا وصدقا إنكم خير أجناد الأرض كل عام وأنتم ومصر بكم وبرجال أمنها الأشداء في عزة وفخار وفي أمن وأمان باسم حزم مستقبل وطن نرسل تهنئة خالصة للشعب المصري والجيش المصري على انتصار أكتوبر اللي حيفضل في ذاكراتنا للأجيال القادمة وهو انتصار أرجع لمصر كرامتها كان يوم 6 أكتوبر سنة 73 يوما مشهودا مسجلا بأحرف من نور في ذمة التاريخ ليس بالنسبة للمصريين فحسب وإنما بالنسبة للأمة العربية بأسرها أهني التحية والتقدير إلى الروح الرئيس محمد عمر السادات هذا الرجل هو الذي أعطى وأرجع لمصر كرامتها وأعزتها ويعني الرجل اللي زي ما يقوله استعمل الكثير والكثير والكثير ثم مرة وعدة أطلق القنبلة وعادة لمصر ولجيش مصر أعزتها وكرمتها وخلال كلمة ممثل الحكومة في الجلسة وجه وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد الشكر والتقدير للمجلس وأعضائه الذين أسهموا في تدشين بناء مؤسسي تشريعي متكامل شاهدنا منذ عام مضى تعس مؤسسة تشريعية عريقة ذات تاريخ تليد ومواقف وطنية مشهودة بسوب جديد وبمهام من أوسع واخصاصات أعمق ليستكمل هذا المجلس ما شرع فيه بدورا عقاده الأول من تدشين لبناء مؤسسي تشريعي متكامل الأركان أسهم ويسهم في خروج تشريعات الدولة المصرية بما يليق بقدرها وتاريخها ومكانتها إيمانا بأن مصر دائما وأبدا ما تشرع لها ولغيرها بحزبانها قبلة الدول العربية في شتى فروع القانون وفي نهاية الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر للحكومة على دورها وتعاونها المثمر مع النواب بما يدفع العمل البرلماني نحو مزيد من التقد ترجمة نانسي قنقر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا وفي هذا الإطار أوضح المركز الأعلامي أن الحضور بالمدارس سوف يكون نظاميا وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي مشيراً ارتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مع استمرار العمل أيضاً على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وأما الآن مشاهدين الكرام فنتحول إلى أخبار المال والأعمال تصحبنا في هذه الجولة زميلة ميرفة المليجي مساء الخير ميرفة مساء الخير مصطفى مساء الخير أميمة أهلاً بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول عدد 17 تجمعاً تنموياً سكنياً وزراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 1114 فرصة وتشمل الفرصة منزلاً بمساحة 200 متر مربع كاملة المرافق بنظام التملك وذلك وفقاً لإحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء عقدت منقشات المائدة المستديرة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي حول أدوات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة وفرص تمويل المشاريع التركيز على إفريقيا وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاطة ووزير المالية محمد معيت وجاعي قولينز نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتناولت مناقشة المائدة المستديرة الأولى الجمعة بين الخبراء الذين يمثلون الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص لمناقشة نهج المشترك بشأن الأدوات البديلة لأدوات التمويل المستدامة بينما ناقشة المائدة المستديرة الثانية المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة البديلة والتي تدعم إي أس جي التمويل المستدامة للقطاع الخاص في إفريقيا وكذلك دور مصر الريادي في القارة الإفريقية كانت الحقيقة جلسة نقاشية هامة جداً ومنها هيبقى فيه تفعيل لخطوات قادمة وده كله لتعزيز ما أصدر عن منتدى التعاون الدولي لأنه كان فيه تركيز كبير جداً إحنا 8 سنوات من 20-30 فكل دولة بتنظر إلى أهداف التنمية المستدامة بشكل جد جداً مصر نفس الحكاية فإزاي نقدر نمول ده بأدوات مبتكرة نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لأميم مصطفى إليكم شكراً لك مربط توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر الأكتوبر العظيم بتحية تقدير وعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة والتي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها وأثبتت في ذلك نصر قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذ بدقة في الإعداد والتخطيط وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعاً عن ترابه كما قدم أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه تحية للشهداء الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وبعزيمة الرجال ولان مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لجولة الأخبار والكرة والملعب في نشرة تاسعة وعودة مرة أخرى إلى ميرفت المليجي إليك ميرفت شكراً أميمة ومصطفى وأهلا بكم مشاهدين مجدداً مع أخبار الرياضة يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لخوض اللقاء الليبياد من الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وإلى أمريكا الجنوبية حيث يحل المنتخب البرازيلي ضيفاً على نظره الفنزولية ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات القارة اللاتينية للمنديالة ويحتل منتخب السنبا صدارة جدول التصفيات برصيدة 24 نقطة جمعها بعد تحقيق الفوز والعلامة الكاملة في الجولات الثمانية السابقة فيما يحل المنتخب الفنزولي في المركز الأخير برصيدة 40 نقطة وضمن منافسات الجولة نفسها يلاقل منتخب الأرجنتيني منتخب باراجوي التانجو الأرجنتيني يحتل وصفة جدول الترتيب في رصيده 18 نقطة بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة أما منتخب باراجوي فيحل في المركز السادس وفي جعبته 11 نقطة تواصلت اليوم منافسات كأس العالم الأندية لكرة اليد واستهل زمالك مشاركته بالقصارة بصعوبة أمام حامل اللقب برشلونة بواقع 36 هدفا مقابل 32 وذلك في إطار مباريات الدور الربع النهائية وقدم الفارس الأبيض أداء رائعا لكنه لم يكن كافيا للتغلب على حامل لقب البطولة وبطل أوروبا ليخسر اللقاء بفارق أربعة أهداف نهاية أخبار الرياضة وعودة لأميمة ومصطفى إليك شكرا مرة أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل الكيمياء لعام 2021 إلى بنجامين لست وديفد دابليو ماكملان لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل طور كل من العالمين أداة جديدة ومبتقرة لبناء الجزيئات وتحفيز العضوي وتشمل استخداماتها في البحث والمستحضرات الصيدلانية الجديدة وديفد ماكملان هو كيميائي مولود في اسكوتلندا وأستاذ جامعي متميز الكيمياء في جماعة برناستون البريطانية أما بنامين فهو مدرس في معهد سيكريبس للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية وعمل على الأجسام المضادة المحفظة وما الآن مشاهدين الكرام فهذا موعدنا مع أخبار التقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة مرة أخرى مع ميرفا تألميليج إليك ميرفا شكرا مصطفى وأميمة وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار التقس يتوقع خبراء هاية الأرصاد الجويان يسود غدا الخميس تقس مائل الحرارة نهارا على قاهرة القبرى والوجل البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على سواحل الشمالية هار على جنوب الصعيد بينما يسود التقس اللطيف ليلا على باقي الأنحاء وفيما يلي مشاهدين بيانوا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية في القاهرة العظمة 30 والصغرى 20 الإسكندرية 27-22 مطروح 26-22 فورسعيد 28-23 إسماعيلية 30-20 السويس العظمة ستكون 30 والصغرى 21 العريش 27-21 طابة 29-22 شرم الشريخ 32-25 الغردقة 32-25 الأكسر العظمة 33 والصغرى 23 أسوان 35-22 الوادي الجديد 33-20 وشلاتين 33-23 وأخيرا حلايب 30-23 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحرص بالفعل أنها هي تقدم احتفالية مختلفة في هذا العام عن كل عام والحقيقة أنه برضو بالرجوع لموضوع معركة الوعي وحديثة مصطفى وحديثك عن معركة الوعي بنقول أنه دور الإعلام ودور الإعلام في هذا الإطار مهم جدا برضو علشان الشباب الصغير والأطفال والأجيال اللي ما حضرتش زي برضو ما أشار سيادة الرئيس النهاردة في الاحتفالية أنهم يتعرفوا على تاريخ بلدهم المشرف يشوفوا أنه كان فيه نمازج وقدوة كبيرة جدا ليهم فيه تاريخ مشرف جدا للبلد محتاجين مش بس وعي احنا محتاجين كمان انتماء محتاجين الشباب الصغير والأطفال يشعروا بالانتماء لهذا الوطن فالحقيقة الاحتفالية دي أنا كمواطنة مصرية مش كإعلامية أنا سعيدة بيها جدا أنه أنا حاسة أنها بتوجه رسائد بشكل مباشر وغير مباشر أيضا للشعب المصري وللخارج أيضا وللشباب المصري خلينا كمان أقولك دينا النهاردة القضية الفلسطينية اللي امتغب عن العقل المصري وده كان في الطفلة الفلسطينية أو الشابة الفلسطينية اللي كانت أكلم النهاردة يمكن طبعا قضايا كتير وجميلة وملحة خلينا ننضم طبعا لقيمة المشاهدين ونتابعك ونشوف فقراتك في التاسعة أنا بشكرك مورة تانية مصطفى بشكرك أميمة على الموضوعات اللي فتحتوها كمان دلوقتي إن شاء الله تكون لها إجابات على مدار الحلقة النهاردة حلقة النهاردة هي ختام اليوم طويل من الاحتفالات بشكر حضراتكم بشكر فريق ناشة التاسعة وفريق القناة الأولى كان النهاردة مع حضراتكم من سبعة صباحا والحد النهاردة إحنا تقريبا آخر فقرة في اليوم لكن إحنا كمان شايدين لحضراتكم على مدار الحلقة النهاردة لقاءات من مجل متابعة الإعلامية دين عبد الكريم في حلقة التاسعة المتميزة والخاصة جدا اليوم 6 أكتوبر النهاردة واحتفالنا دين شكورك يا أمامة وشكوركم وكل فريق ناشة التاسعة ونبدأ حيلا فقرات برنامج التاسعة